صباح الخير مجددا مشاهدينا مع هزميك دانيال الوجه اللي اشتقنا له والنصائح اللي اشتقنا له كتير عبر شاشة الو تي في تحديد عنا ليدرشب اند ان البي ماستر ترينر اند كوتش اللي قابي جمعنا هلأ لنحكي اكتر عن السمعة سباح الخير هزميك صباح الخير ماي انا كمان اشتقت لك واشتقت كمان لكل المشاهدين وخلينا كمان نقول هيك نعاد علينا كلنا هالسنة تكون هيك سنة خير ان شاء الله واهمة شي نضلنا بصحتنا نحنا دايما منقول اهم شي الصحة واهم شي العيلي هول الاركان الاساسي اللي عن جد مفروض نكون عم نركز عليها بحياتنا اكتر شي ولكن هل كمان لازم نعتلهم السمعة تبعيتنا خلينا هيك بلش الموضوع بهذا لانه مرات كتير سمعتنا بتسبقنا مرات كتير غلطة صغيرة منكون عاملينا يمكن هيك بتتبخ بصير في مثل نقطة صودة بملف حياتنا منصير مش عارفين كيف بدنا نمحيه والعكس صحيح يعني بكل الاحوال خلينا بالبداي نعرف شو يعني رابوتايشن شو يعني سمعة رابوتايشن هي مثل سمعتي اللي انا اتعبت حطيت جهد حطيت وقت تأبنيه واحميه وحافظ عليه يعني اليوم السمعة خلال فترة زمنية بتبلشي انت تبني سمعتك حسب اكيد شو الرول طبعيتك بالحياة كل شخص عنده سمعته بحياته حطي لو شخص ما بيشتغل الامة اللي هي بالبيت مثلا تهتم بولاده عنده سمعته تجيه ولاده الولاده كيف بيطلعوا فيها مثلا بيقولوا انه انا امي كل ما اذا وعدت بشغله بتنفذ هيدي رابوتايشن تبعيته وفيه اوقات منقول لا ايه هيدا بيحكي خلاص هيدا بس بيحكي ما بينفذ هيدي كمان سمعة بس سمعة انا بنظري بقول سمعت ملكي ما حدا يقرب صوب سمعته لانه خلال هالسانوات كلها انا بنيتة تعبت حطيت افرت حطيت جهد وقت عرفت حالي انه اذا انا عم بقول كلمة 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 يعني مش بس عم بحكي العكس فيها فعل فيها وعد فيها عم بيحترم الشي اللي انا عم بقوله وهيدا الشي كتير اساسي ماي على صعيد اذا بدنا نحكي قيادية يعني تخيال اليوم انت شخص اذا بيدور قيادة بحياته بشركة او كرجل سياسي او امرأة تخيالي اذا سمعته او سمعتها منا منيحة هل انت بتبلشت تعملي فالولا هيدا الشخص شو عم بيقول ولا بتغيري رأيك بتقول لا انا ما بحترم هيدا الشخص لانه سمعته منا منيحة بس قلت كلمة كتير حلوة اللي وورن بافت قاله انه نحن اوقات بنكون عشرين سنة بتاخد معنا وقت بنبني سمعة غلطة صغيرة بينسوا كل شي وسمعتنا بترجع لورا هل هيدا الشي فار ولا ناطفار انا بالنسبة لقلي لقت فار لانه اذا انا عم بحكي شغلي او عم بوعد بشغلي مسئوليتي ضلني عم بحافظ على سمعته فاي اذا غلطة صغيرة ما فكرت فيها ما اخدت بعين الاعتبار ممكن انا اخسر كل الكردباليتي تبعيتي ان كان بمجال الشغل ان كان كأم ان كان تجاه اهلي تجاه اصحابي that's why اذا الانسان بس حط براسه انه سمعته ملكي انا بمتلك هالسمعة اذا بتبلش تحافظ عليها وتاخديها مثل انه انا لازم حافظ بس do I really make my reputation لانه مرات كتير نسمع عن سمعة ناس من ناس يعني ومن ناس مرات اكيد خليني اقول اكيد يمكن مرات ما بدي اقول ما في ناس لسانهم حلو وبيحكوا بالمنيح عن غيرهم بس بكتير من الاوقات كمان بتكون كتير subjective في السمعة اللي عم بيحكي فيها الشخص صار فيه زارف معين مثلا وما صدق الشخص هيدا بالوقت معه الشخص اللي عم بخبر تنقول تسليم خزانة وبعث لي هلأ خطر لنجار انه هيدا النجار كذب علي ادفني لبعد النيو يير وكان ايلي قبل العيد تكون بركبلك لخزانة مزبوط هو يمكن مثلا هيدا النجار عمل كورونا تنقول وايلي انه انا عملت كورونا سورح اخر التسليم بيطلع هيدا السيت عليه هيدا النجار انه هيدا النجار مثل ومثل كل الهنديمان ما بيصدق بالهيدا وبتصير وهو بيكون لأ صار شي خاص بين هيدا زبون وهي يعني نحنا بنعملها عن جد وكيف فينا نحنا نعملها وما نخلي حدا يقرب علي يعني انت قلت باول الحديث انه هيا سمعت وحدا يقرب علي او انه انا مثلا كل حياتي بقول انا بالتزم بالوقت انا بوصل قبل الوقت وبتخنق مع اصحابي وهيدا شي ما ازبوط على فكرة لما يقولولي تسعة ونص عشرة بقولهم كيف يعني تسعة ونص عشرة ايا تسعة ونص عشرة بس هلأ بيحكم انه بدو وصل ولاده قبل عبيقات شاس ارجع اجي انا بطلت عم فيه يكون على الوقت هوني بس انا كل عمري لما ما كان عنده ولاد ما بحياته متأخرة طيب هيدا سمعتك صح يعني بيقولوا ماي دايما بتكون على الوقت هلأ صارت مأخرة هسير شي كتير بعصدني لانه انا بمعايدة ما بتأخر هلأ فيه هوني عندي كونترولي علي نعم بس هيدا الاكزامبل بالزيت انه تنوصل يعني نحنا عايشين كمان بلبنان انه في عنا الترقات ما بتخلينا اوقات نكون ملتزمين يعني قد بتعمل حسابك انه خليني اظهر قبل بساعة تماء اتأخر بس برضو ممكن يصير شي عالطريق وتقول انه موصلت بس تجاوب ع سؤالك انه هل نحنا اللي سمعت الناس مثل النجار الاكزامبك اللي عطيتي هلأ انا لازم اتكل على العالم شو عم بيحكوا عنه انا بنظري لا كل شخص انا ما فيه تطلع على مي وشوف العالم شو عم بتقول عن مي انا بهمني انا رأيه بمي شو تجلبت الشخصية انا مع اكزاكلي وش هيد نظري يعني انا بعطيها الريبيتشن لمي هيدا قصدك ايه بس انت الريبيتشن تبعيتك انا وياك عم نتعاون مع بعض لاتسان فيه شغل بيناتنا انا رأيه فيك هو حسب نحنا كيف اشتغلنا مع بعض صح اذا شخص تاني كان عم يشتغل معك انا ما فيه بس اسمع لهيدا الشخص لانه حسب هيدا الشخص شو ابروتش تبعيته شو وجهة نظره كيف بيقيم الامور كيف بيطلع على الامور اذا انا وهيدا الشخص بنختلف بقيمنا بنختلف باوجاه النظر طبعنا فاكيد ما راح يكون عنا زيت الرأي بس في شي اسمي او سمعته هو اسمي اللي انا بعمله مش اللي اهل بيعطوني مية بالمية وفيه افرده اكيد وراحقول شغلة كمان عالم بيقوله هل انا بدي ارض العالم تتكون سمعت منيحة انا بقوله ان قردي كلمة عن برضي كلمة كتير كلمة سلبية يعني بيخليك انت تكوني خادعة اكزاكلي وبتكوني بيموقف كتير ضعيف وبشع انه انا بدي ارض العالم اهم شي ترضي حالك اذا انا راضي عن حالي راضي عن تصرفاتي راضي عن حكي راضي عن افعالي مش انه ما بيهمني ارض العالم لا الا انه انا جزء من هيدا العالم كمان عندنا هيدا المفهوم غلط راضي عن حالي بس ما نحن جزء من هالمجتمع صح مين المجتمع نحن جزء من هيدا المجتمع وما فينا نباعد عن المجتمع ونقول انا بدي اعيش لواحدة وانا بعمل اللي بدي اياه لا في امور بنا نكون شوي كل شيء اكستريم كل شيء عم نروح منا يعني بنا نكون مثل حدا هون عم نبطل لنكون حالنا that's why it's very important كتير مهم الشخص يمثل حاله ما يتظهر طي يكون حدا يعني عيش قيمك عيش مبادئك طي انت تكون راضي عن حالك وهون بتقولي انه انا راضي عن حالي هيدا سيرتي انا شخص بحترمه معيدة انا شخص بحترم الكليونتال طيب عيدتي انا كام بس اعمل promise لابني بمشي فيها وبلتزم عكلمتك انا شخص مسؤول انا شخص بحترم حالي وبيحترم العالم وبتوقع العالم تحترمني فهيدا هي السمع اللي عم بحكي عنا انه انا طيب بنية بدي اكون شخص عير في حالي شو بدي وعم بتحمل مسؤولية لانه ما في اجي انا اليوم اقول انا ولا كنت احترم العالم كتير هلأ راح بطل احترم لانه هني ما عم بيحترموني بدي ارجع لجزور وهيدا المشكلة كمان منواجهها انه نحنا بس منتطلع على المشكلة ومنحاول نحل المشكلة بس ما هيدا المشكلة الا جذور يعني انا بدي اروح على الروت الروت كوز خلينا شوف شو صار معي تا الفلان بطل يحكي معي او بطل عم بيحترمني اذا ما في سبب من قبلي بس اذا في سبب من قبلي ما انا كمان لازم حاسب حالي وشوف شو لازم غير تا اقدر زبط هالعلاقة نقول اوكي بي يعني الريبيتيشن او السمعة مقصومة لما يكون شخص يعني ربي تمنزل وبتشتغل يعني هل فيها تكون سمعتها بالبيت شيء وبالشغل شيء لانه منشوف مريات كتير مثلا اشخاص كتير نشحين بمهنتهم كتير باينيرز وليدرز ببيتهم فيشلين ما قدروا يعملوا هيدا البالنز ومريات كتير نشوف لأ شخص مو بدع وين ما كان وهز او هر ربيتيشن وين ما كان متساوية شو السر؟ انا برأيي انه الانسان بيتصرفاته بأداءه وين ما كان مفروض يكون ذات الشيء انا ما في يكون ناجحة كتير بشغلة عم بتسمى للعالم اذا انا ليدر مثلا كيف عم بتعاون مع الموظفين كيف عم شجعهم او كيف عم بقدر دير هال بزنس تنقول بس ماني قادرة دير البيت لا في شي غلط هون يعني ما بيصير انا اكون قادرة عند قدرات معينة بالشغل ومع عندي قدرات معينة تجاه ولادة او تجاه عائلت الانسان مفروض يكون موزون يكون عم بيعرف كيف بده يميز بين مسؤوليته بيشغله وببيته خاصة هون المشكلة او هذه الوقات عندك مسؤوليات بالشغل دوام بديك تلحق كمان على البيت بديك تكوني كمان مرتاحة وانتو عم بتفوتي على البيت اكيد هلا كل الامات اللي بيشتغلوا راح يعملوا ريليت لهيدا الموضوع بتكوني انت تعبانة خلال النهار بديك تفوتي على البيت بس هون انا بقول السر انه مش بليز عملوا هيك وعملوا هيك كتير هايين النظر على العالم كتير هايين لكم عملوا وان تو ثري قصص اللي بتزبط معي ما بتزبط معيك وما بتزبط مع الغير كل انسان عنده ظروفه كل انسان عنده مشاكله بالحياة ما في يطبق شي اللي انا مشي الحال معي يمشي الحال معيك ولكن فيه تيوري انا كتير بحبه انه كل شخص شو ما عم بيواجه اذا بس ذكر حاله انا ليه شو السبب الرئيسي يلي عم بيخليني انا عيش بهال بس نذكر حالنا سبب وجودنا نذكر حالنا الرول طبعنا بالحياة صدقيني اذا انا رجعت ذكرت حالي انه انا ام وبدي حب ولادي بدي اعطيهم وقت بدي اقعد معهم نذكر حالي انه انا ليش اصلا ام ليش انا حبات انه كون ام وليش انا حبات انه اشتغل على الكرير طبعيتي السبب بيخلينا هيك نكون دايما متفقلين ونكون كمان موتيفيتد انه لا فيه استمرارية بالحياة وبيدي كفه هازميك فيه وقت بيكون واحد فيه التأخر ليغير سمعته خليني كمان اعطي انا كتير عم بحب اعطي امثلة اليوم يلا اخصى نشيل امثلة بالسياسيين اللبنانية نعم مين افسد حدا؟ هلا انا رح غامض ريوني وتخيلته للشخص براسي وراح اقول انه مثلا هيدا الشخص فيه هلا يغير هز ريبيتيشن هلا لا بس بيقدر اوكي هي منك بسدر اليوم انت خلال انا بالنسبة لقالة انا بالنسبة لقالة كل انسان بيقدر اول شي يعترف انه انا غلطت ويكون صادق لانه فينا كلنا نقول الحياة اللي حكي المهم الانسان يكون صادق وصادقيني العالم عنده الادرة اكيد العالم ما عم بقول يلي هيك قاعدين ببورني ومش عم يعني عم يصدقوا كل شي عم بيسمعوا الانسان اللي منفتح الانسان اللي مسقف بيقدر يشوف عوجك اذا انت عم تحكي بصدق ولا لا بس you are bluffing يعني لا الانسان ممكن يرجع يشتغل على صمعته بدأ ارادة كمان هون هي challenge تحدي لانه فيه رح يكون عالم ما عم بيصدقوا او عم بيحكوا ضده او عم بيتمسخروا عليه يمكن لانه لك شو عم بيحكي بس اذا هو واسق من حاله حياة لشخص سياسي او مش سياسي واسق من حاله وعنده سبب بيأمن انه هو مفروض يرجع يكون انسان صادق ويغير يمكن اتجاه سياسته اتجاه حكيه او شو ما كانت وظيفته بالحياة اكيد بيقدر بس مثل هالكل السنين يالي كانت سمعته ايكس طي يرجع يعمل سمعته واي كمان بده يرجع يحت جهد طي يرجع يكتسب لانه نحنا ما فينا نشتري الـ reputation بس عنده امل انا بنظر ايه انا بنظر اذا عم شوف الشخص عم جد عم يشتغل على حاله بيستاهل حدا انه نعطي الفرصة مش بس السياسة تغتيها بعدة مجال لا اكيد نحنا بس عمنا في امثلة بيستاهل انه نعطي الـ chance انه يرجع يغير الـ reputation انا بنظر ايه كل شخص بيستاهل عزميك يعني من الحديث يلي دار معك هيك قبل ما نختم بيتضح لنا انه هيدا it's hard work it's continuous صح يعني هيدا شي بيتعمر بيتراكم عبر سنين اللي منكون عم نعيشة ونقطع فيها بس فيه ستابس ممكن تساعدنا لحتى لنكون عم نبني هيدا السمعة اللي ستابس مش انه مثل الدفور نعمل هولي ستابس اول شي نكون صارحين مع حالنا نعرف حالنا انه انا عم جد شو بدي من العالم وليه انا بدي ابني سمعت به هالطريقة كل انسان اكيد بيختلف عن التاني نكون عم نتقبل حالنا مش عم بتظاهر تكون حدا يعني كون انا هسميك مش بدي كون مثل حدا وللأسف ماي هلأ حاليا على السوشيل ميديا خاصة بضلنا انا احكي عن هيدا الموضوع كتير خاصة عم بيحكي عن التينيجر اللي عم بيكبروا عال تيك توك وعال انستغرام وعال هيدا الفلو السريع كتير اللي ماشي وعم بيعطي نظريات وعم بيعطي قصص انه ما بيخلي الشخص يبني سمعته ويأمن بسمعته فنحنا لازم نضلنا عم نعمل اوارنس نحكي انه لا سمعتك ملكيك فالستابس انه بليز كونوا حالكم اول شي كل شخص منكم عنده حلم بحياته كل شخص منكم عنده هدف بحياته كل شخص يعطي ايمة لحياته امنوا بهيدا الشي لانه ما فيش ممكن ياخد سمعتكن منكم اذا انتو عطيتو لحياتكن هدف ايمة ومعنى كل ما الانسان اشتغل على هول الثلاث كلمات اللي انا بالنسبة له مثل شي مقدس عندي ويكون مقدس عند كل شخص you can build your reputation وبتحافظوا عليها اكيد تتعبوا بس كمان نتعلم كيف نتحمل مسئولية كل كلمة عم نقوله شكرا كتير لحضوريك معنا هزميك تانيال على امال لقاءات اخرى كمان بتطلي عليا كمان خلال برنامج يوم جديد واللقاء التالي مشاهدينا بعد البريك بجمعنا مع ماري عون اختصاصيات تغذية ومهندسة غدائية